بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أحييكم أعزائي الطلاب في درسنا لهذا اليوم درس التنمية الذاتية صف الأول متوسط محدثكم الأستاذ محمد ناصر البريك مدارس الخرجة الأهلية المرحلة المتوسطة نأخذ يا شباب بجانبات درسنا لهذا اليوم درس التنمية الذاتية ما هي التنمية الذاتية؟ ما التنمية الذاتية وما أهميتها وما الأساليب التي تطور بها ذواتنا التنمية الذاتية يا شباب هي عندما تنمي مهاراتك وإبداعاتك وعندما تقرأ القراءة الكتب وعندما تطلع على كل جديد لكي تثقف نفسك وتكون ذو مهارة وذو معرفة كبيرة جدا هنا هنا تحصل على الشخصية البارزة والناجحة هي الجهود التي يبدلها الإنسان من أجل تطوير المهارات عندما تطور مهاراتك وأيضا قدراتك وأيضا مواهبك وأيضا بالتفكير وأيضا الإبداع هنا وصولا إلى تحقيق الشخصية الناجحة بعض الأشخاص يريد أن يكون شخصيتهم مثقبة فيطلع على الكتب ويطلع على المقاطع المفيدة لكي يثقف نفسه يكون له شخصية ناجحة أساليب التنمية الذاتية يا شباب أساليبها يجب عندما تفكرك التنمية الذاتية الشخصية يجب أن تتمع أساليب أن أكون مسؤولا أن أكون مسؤول بالأشياء التي أُنمي بها نفسي وأن أكون طموحا وأن أكون إيجابيا وأن أحرص على التعلم عندما أُنمي نفسي يجب أن أحرص على التعلم وان اختار الاستقاء بعناية لكي تتم هذه التنمية وايضا ان انمي قدراتي ومهاراتي وايضا ان احرص على تخطيط اعمالي لكي امشي بسلاسة وفي ترتيب معين نشاط واحد يختار الطلبة ما هو تنمية ذاتية في الآتي احسنت احرص ان اكون افضل من يخدم وطنه هنا تنمية ذاتية احسنت ايضا اتخلص من العادات غير السليمة هذه التنمية ذاتية تبعد العادات السيئة وتكثر من العادات الايجابية وايضا اتعلم القراءة السريعة وبطلاقة وبفصاحة وبجودة وبتجويد رائع وجيد وايضا اقضي اوقات الفراغ في قراءة الكتب النافعة لكي اثقف نفسي وكون ذو شخصية ناجحة فوائد التنمية الذاتية من اهم فوائد هاي شباب ترسخ الثقة بالنفس تكون عندك ثقة في نفسك تكون شخصيتك ذو هيبة ذو علم ذو شجاعة ذو كرم وجميع الصفات وايضا هناك كثير من الصفات التنمية الذاتية وايضا زيادة القدرات في تحمل المسؤولية انت متحمل المسؤولية لكن تزيد قدرتك في تحمل المسؤولية وايضا ثلاثة تحقيق الاهداف والطموحات وأربعة تغلب على المشكلات والصعوبات هنا يا شباب نشاط اثنين هنا نص يتكلم عن شخصية الملك عبد العزيز رحمه الله وأريد منكم أن تستخرجون من هذا النص أبرز صفات الملك عبد العزيز وهنا كما هو مبين أمامكم أبرز صفات الملك عبد العزيز رحمه الله بأسلس الدولة السعودية أبرز صفاته صفاته كثيرة منها كان صاحب شخصية متطورة ذاتيا هو ذو شخصية قوية ولكن يطور من نفسه حتى وصل شخصية عريقة أيضا وأيضا حريصا عن التعلم وطموح شباب طموح شخص مسؤول ومخطط وصاحب شخصية إيجابية وقوية مكان وأيضا مكان بأسما ومتواضعا ومريحا وكان كريبا محب العائلته وقدوه في أفعاله وسلوكياته وسلوكه المسؤولية يا شباب يجب التزام الشخص وتحمله لجميع قواله وأفعاله فيكون على قدرة المسؤولية المنوطة به وأيضا الطموح وأيضا الإيجابية التجاوب والتفاعل والعطاء دخل المجتمع وهنا بخلافة السلبية التي تحمل معاني التقوقع والانزواء والبلادة وأيضا الانغلاق والكسل تقويم الدرس السابع عشر اختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يلي ألف تنمية الذات هي أحسنتم التطوير أيضا التحسين بقى من فوائد التنمية الذاتية تجاوز المشكلات والصعوبات أحسنتم جيم الاعتماد على الآخرين في إنجاز أعمالك بالطبع تنمية غير ذاتية إنما تعتمد على نفسك في إنجاز أعمالك هنا تنمية ذاتية ثانيا برأيك كيف يؤثر التخطيط في تنمية الذات يؤثر التخطيط في تنمية الذات من خلال تقليل إمكانية وقوع الخطأ ويجعلك تسير على خطوات ثابتة ومرتبة وإيجابية أيضا وتقليل معدل الأخفاق عند التنفيذ وهذه نتيجة التفكير بمستقبل والاستعداد له ثلاثة معبرز أساليب التنمية الذاتية المؤدية إلى النجاح واحدا أن أكون مسؤولا وأن أكون إيجابيا وأن أكون طموحا وبهذا نصل إلى نهاية الدرس إن هذا اليوم تمني من الله أن أكون قد وفقت في توصيل معلومات وشرح هذا الدرس بشكل مختصر ومنتاز والسلام عليكم